يعني يبدو أن الصهاينة استفادوا من المشكلات التي تعانيها تشاد حتى يصلوا إليها ويعني يحاولوا التغلغل فيها هل هذا يعني يلقي باللوم على العرب لأنهم هجروا تشاد نعم أخي أنا أتفق معك في هذه النقطة الآن التوالي العربية تهمل جانب تشاد تهمل العمل الإنساني في تشاد تهمل استقطاع المثقفين التشادين وتعليمهم تهمل كذلك عدة جوالب لابدها هي من الأهمية ومكان وهكذا الكائر الصهيوني يتحيل الفرصة عندما يكون عامل الفقر والجوع والمرض وهذه الأمور كلها أكيد سيشتاحوا القارة التوصير بعد التوصير الآن جاء التهويل لكي يهوذ هذه القارة المسلمة في ضميرها نعتب علي أخواتنا العرب كثيرا قصورهم في هذا الجانب عدم اهتمامهم ببعض القضايا الأساسية التي توثل لنا جانب أساسي لكن مع ذلك كانت هناك جهود مقدرة من الجوال العربية في العمل الاتساني ولا تبخص الناس أشياءهم وقدنا الجامعة الكبيرة للملك فيصل وقدنا كلية قطر للإدارة والاقتصاد وقدنا الدعم التركي لعند من المعاهد والجامعات كل الدول العربية ساهمت لكن كل المساهمات ما إذا كانت بنائية فقط دون أن يكون هناك مراقبة ودون أن يكون هناك كذلك استمرارية فذلك لعمر يمر الجنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر